السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي هالنهار ان شاء الله سنتقدمه حل الحلقة ديال الفرق ما بين الأرانب البلدية والرومية والكروازية يعني كين واحد منه اسميسه الأرانب الكروازية يعني الأرانب البلدية بينها من الحجم دياله يعني وما عندهمش سلالات يعني عايشين في الخلاق عايشين في الجبل جابوهم الناس وعربوهم سوف يسمهم أرانب البلدية هما الخاصية ديالهم انهم ما كيكبروش بززاف ما كيعطوش اللحم بزاف ولكن الجودة ديالهم يعني كما نقولو مثلا الدجاج الرومي مع الدجاج البلدي يعني هما صحيين أكثر علاش لأنه ما كيوكلوهمش الناس يعني يعني ما كيوكلوهمش السيكارين وما كيعطوهمش الدوال أغلبية غير مخلينو مشي حفرة كي يكلو من يعني الدراء كي يكلو الزراء كي يكلو أي حاجة كتعطيها لهم يعني كي نتقدية أن البلدي باش كيمتازو يعني وخد ديالهم ما ديالهم مش الدواء كي يصبرو يعني بالنسبة للرومي لا الرومي خسومي لا بد ما دياله يعني الأدوية ويكون عايش في ليكاج بحال هكا بحال الكيجان اللي عندي أنتم ما كتشوفوا هرا عندي الليكاج أنتم ما بالنسبة للتساؤلات اللي بزاف طرحة اللي علية في الكومنتير وهو اسمه هو بشجل يعني عفوا الأرنب الكروازي الأرنب الكروازي شحل مواحد في السوق كيتخدا فيه كي يصحبو رومي وهو ماشي رومي لأنك يشبه الرومي ولكن ماشي رومي هو ما كيكبرش دغير فما كيعطيش الوزن يعني هو أحسن من يعني إحنا إذا مشينا بالدراجات نقوله البلدي تابعوا الكروازي يعني على حسب الحجم تابعوا الرومي الرومي هذا كيعطي الوزن ضغيية ضغيية يعني غيكة تولد الأنثى الشهر الأول في الفيطان صفي كتحس بدي عندك أرنب ممكن أنك تسافي لا رفد منه أما إذا خلتياتها يشعرين ونثل ثلاث شهركي والله الأول هي تباك الله كداش أما بالنسبة للناس дис Skip Yal K Aur水 لأن إسمه الكروازي الكروازي هو خالت ما بين البلدي والرومي يعني exciting is surprising so everything to me يعني إنتزوجوا تزوج، تزوج، تزوج يعني للبلدي مع الرومي وrangy am président Chemical Isa مكنك تزوج لبلدي مع الرومي، اسمو كيعطي هنا كروازي الكروازي. الكروازي هو خالت ما بين الرومي والبلدي ولكن الديفو ديالو انه تاوو مكيكبرش بززاف ماشي بحاله بحال الرومي لا هو فايتش شوية البلدي يعني ممكن انه في شهر واحد يعني بعد الفيطام مثلا نقوله الرومي شحل غادي يقدر يكون فيه لكان الامور غادي طبيعية ممكن انكم تلقوا سبعمائة 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 وخمسين جرام يعني شهر واحد مزيان الى لقيتو سبعمائة وخمسين جرام مره مزيان يعني غادي غيزيت شوية غادي شهر ولا شهرين عفوا شهرين ولا طلل شهر غادي يقول لي صافي بيع معراسق بوجهك حمر اما بالنسبة للبلدي احنا نمشو بالترتيب بالنسبة الكروازي اللي هو مختالط وهو انه غادي تلقوا الوزن ديالو من بعد الفيطام يعني من بعد شهر يعني ثلاثين يوم ولا خمسة وثلاثين يوم غادي تلقوا فيه في عوض سبعمائة وخمسين جرام غادي تلقوا فيه مثلا خمسمائة جرام يعني ديك مية وخمسين جرام راها كتفرق يعني انها مش يتشوفوا في الحبة يعني كتشوفوا في القاطع كامل يعني الناس اللي عندهم تربيت الاني براهم معارفين ليش كان هذا كان هذا كان هذا على الكيمية اما بالنسبة البلدي هادا كرا بعد الفيطام ممكن انكم تلقوا فيه اربعمائة جرام اربعمائة جرام او كلث مية وخمسين جرام يعني كيكون بقي عاد سغير ورمام مصالح البيع مصالح الدبيحة مصالح الوال وقاع هلاش الناس كيمشوا ديروا الرومية لانها كيكبر ضغياء هادا وول الفرق بين هاتهم انا اغاد الحلقة بغيت يعني انحضر الناس ما بين الكروازي والرومي لانا كيين الناس اللي كيبيعول يعني الاراني بالكروازية على انهم رومية يعني كيخليوا يكبروا واحد شوية كيقول لك هذا راها رومي او كيبيعول يعني كيخدعو كيقول لك بالله راها بلدي لنواج شارك بيناتهم يعني ماشي السولالات اللي معروفة دير الشانشيلا بابيون الكاليفورني النيوزيلاندي يعني الحويج اللي المتعارف عليها يعني قاع المربين را عندهم تجربة في هذا الشي راهم عارفين اسموا هو البابيون عارفين اسموا هو الشانشيلا وعارفين الكاليفورني ونيوزيلاندي المهم هادو 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 النوع من الاننب راه هم كروازيين راه هم تقريبا ما بلدي ولرومي يعني ما تخدعوش فيهم لنين شوفوا شي شكل غريب عليكم عارفوه بالله راه هادك راه ماشي هو كيكون كبير شوية في الحجم يعني كبر من البلدي ولكن منين كتشوفه كتقولوا بالله هذا رامشي رومي كتسول الباقي يقول لك اللاع دارا رومي هو اللارا ممكن أن يكون الأب دياله رومي أو الأم دياله رومية ولكن مزوج بب يعني تزاوج حدث مع بلدي أو بلدية يعني إما أنثى أو ذكر يعني ممكن أنكم تخلطوا ويخرجوا لكم الكروازي هذا الكروازي أراه تا هو داير بحاله بحال شكل ديال الرومي تا هو ما كيحتاش تربية ديال الأرضية لا تا هو كيبغي ليكاج لأن البلدي في الحقيقة هو اللي بوحده ممكن أنه يتربى يعني البلدي ما يترباش في ليكاج كي اللي كيدلو في ليكاج ولكن هو كيحب يعني أنه يكون أه على الأرض ودوا وخما تديرو الليش دوا يعني الأمراض دياله مش بحال رومي أو الكروازي لا البلدي راك تم يعني وخا تعطيها يعني الخضراء ولا تعطيه شي حاجة يعني غل الحواج اللي كاتشيط عليكم راك يصبر أما الرومي وو والكروازي هادو لا هادو خصهم عيناية وخصهم بمكلام زيان لأن الحجم ديالهم كيكبر ضغياء يعني خصهم يأكلوا مني كي يولي ويأكلوا بزاف كي يولي المربي يعني عنده مشروع يعني هذا كي يقولوني مشروع يعني كان صرف ولكن كي يكبروا دغير دغير يعني غادي ينفعوني من بعد أما بالنسبة لهذا الكروازي أنا الحلقة خاصة بالكروازي بغيت نديرها على الكروازي على الكروازي من الأحسن ما تديروش لأنه هو كي يأكلته هو بزاف يعني كي يحتاجته هو الأقفاص يعني غادي تشريو له الأقفاص ولكن في نفس الوقت سمو أنه ما كي يكبرش بزاف ما كي يحتاجش الوزن بزاف يعني ما مشي مربح بحال الرومي الرومي مياه في المياه دا كي لمشتها تصرفتوا مع شي خلف زينة ويعني الأم زيانة كتحتم بالصغار ديالها وعطيني الذكرته هو فحل وعندكم كتنقيوا المسائل المريقلة هذا كي يكون مشروع ناجح مئة بالمئة يعني دغير دغير الصغار كي يكبروا كتبليوا كتبيعوا وكتعودوا تبيعوا أما البلدي يعني إلا إلا تقتصنا واحد ستشغور بحرية الله تبيعوا بسبعين درهم ولا في جوز كيلو مثلا ستشغور في جوز كيلو أغلبية الناس هنا كي يبيعوا البلدي بسبعين درهم خمسين درهم هدا وجهة دياله لأنه هو أصلا ما كيكبرش ما كيعطيش الوزن وخي تخليه عندك بزاف ما غاديش اعطي الوزن خلافا على البلدي عفونا الرومي الرومي إلا مشي التخليتي عندك قداش مما تخليه عندك هو كي تزاد في الحجم كي تزاد في الوجن ممكن أنك تبقى تسمنه تعطيه مزيد الماكلة يقول لي أعطيك الميزان ما البلدي أعطيه الماكلة بزاف كي يبقى يعني مكي تزاد في الطول يعني عنده واحد الحجم يعني بسيط يعني نقوله بحذبة هدا عنده عنده ثلث شهر ممكن أنه هذا هذا رومي شانشيلا ممكن أنه يعني إلا كان في البلدي هذا تكون عنده مثلا ست شهر يعني رأى الضوبل ديال المدة وذيك الضوبل ديال المدة يعني المربرة كي يقول لي عيان بالتربية يعني يوميا 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 ما كانش مدخول مشي بحال إلا ثلث شهر صافي كتبيه إلا تسنية ثلث شهر أخرى رأى رأى يعني مدام مهمة ثلث شهر رأى بزاف فيها المصارف ديال الأكل فيها يعني المراقبة فيها بزاف ديال الحويش إذن الحلقة ديالنا رأى سهلات الناس يما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا حلقة مهمة ومهمة بزاف ديال الأرنب الكروازي يعني المختارة ما بين الرومي والبلدي إذن لني ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا كان شكركم على التعاليق طيبة ديالكم كان حسب رأتي كسبت واحد العائلة من هذه القناة هذه الحمد لله وشكره لله الناس اللي يعرفونها القناة هذه القدام كان شكركم على التعاليق طيبة ديالكم وانا راهل إشارة على جميع الاستفسارات ديالكم نلاحظوا أنا كنجاو بشكل يومي وتال فيديوهات رأني كنجاو بشكل يومي يعني هذا اللي قدرت عليه رأني كنجاو المجهود اللي قدرت عليه رأني كنجاو كنحاول نوصل المعلومات للناس يعني البوسطة الحمد لله كلنا بوسطة الناس اللي لا يشاركوش معنا يشاركوا معنا تكيو على زر جيم باش تسندونا زر القدام ان شاء الله وتكيو على زر الجرس باش يصلكم جديد ديالي ان شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة